اهلا وسهلا القيادة لها متطلبات وسمات خاصة جدا والقائد لازم يكون عنده صفات تؤهله انه يعرف يقود الفريق بتاعه علشان يحقق اهداف شركته والرؤية العامة للمشروع القيادة في عصر كورونا لها متطلبات خاصة جدا 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 ليه لانها تلاقي في ظل التباعد الاجتماعي الناس بتشتغل من بيوتها كل واحد بيشتغل من مكان في وقت مختلف بطريقة مختلفة وممكن بآلية مختلفة وثقافة مختلفة علشان كده تم تصميم البرنامج المكثف القيادة عن بعد ريموت ليدرشاب عشان يقدم لك حلول واقعية لكل قائد في مجالات وقطاعات الاعمال المختلفة البرنامج هو الوحيد في القيادة عن بعد باللغة العربية على مستوى العالم وباعتماد دولي البرنامج بيغطي المحاور والموضوعات الاتية اولا مهارات التواصل المؤثر عن بعد ازاي تقود الفريق بتاعك من خلال انك تتواصل معاهم بشكل مؤثر ويستجيبوا ليك ثانيا بناء الثقة عن بعد الثقة من اهم العناصر اللي المفروض القائد يبنيها ويتسم بيها علشان يضمن التزام الناس وتواجدهم في اوقات العمل ومش كده وبس والانتاجية بتاعتهم كمان يعني قلبهم وعقلهم وجهدهم يكونوا مسخرين لاجل انجاز الاهداف حتى لو كانوا عن بعد بناء وتطوير وانجاز الاهداف عن بعد من مهم جدا انك تعرف كقائد ازاي تتواصل مع الفريق بتاعك وتطور الاهداف بتاعتك معاهم وتساعدهم ويساعدوك انك تنجز الاهداف بتاعتك وهم عن بعد التحديد المبكر للاخطاء والتعامل معاها في الكثير من الاخطاء اللي فكرة عن بعد بتظهرها والناس بتقع فيها سواء قادة او مديرين او اعضاء فرق عشان كده البرنامج ده هيساعدك انك تحدد الاخطاء وتستشعرها مبكرا وتحتويها لان التعامل عن بعد مش محتاج اي تضيع وقت لا دا يزعل ولا دا يفهم غلط ولا دا يتقمس ولا دا يوقف الشغل وهكذا النقطة اللي بعد كده اللي بيغطيها البرنامج تقيم الفريق وتفعيل مؤشرات قياس الاداء عن بعد طبعا ازاي تقيم الفريق بتاعك وكل واحد شغال في مكانه طب ايه هي مؤشرات قياس الاداء الكي بيرفورمانس انديكيتورز كي بي ايز اللي المفروض تستخدمها وايه هي الالية بتاعتها وايه هي الادوات علشان تقيم الناس دي وتقيم الانتاجية بتاعتهم روح الالتزام عن بعد والحافزية بين اعضاء الفريق مهمة جدا النقطة دي ازاي مع وجود الرؤية والتواصل يكون فيه التزام ومش كده وبس الناس تبقى موتيفيتد موتيفيتد يعني ملتزمة كوميتد علشان تنفذ الشغل والمهام بالمعايير وفي الوقت المناسب فهم المهام كقائد عن بعد انت حضرتك محتاج انك تفهم المهام وانك توصل المهام وانك تفهم المهام للفريق بتاعك بشكل جيد عن بعد مش كده وبس وكمان تطوير الثقافة المؤسسية عن بعد الورجانيزيشنال كالتشر الناس فاكرة لما الناس بتشتغل عن بعد او الفرق بتشتغل عن بعد يعني مفيش ثقافة لا ابدا انت ممكن تبقى فيردشوال اورجانيزيشن تبقى مؤسسة افتراضية كل واحد شغال في مكانه ومع ذلك في ثقافة الناس كلها بتتبعها وفخورا ان هي وانتامية ليها زيادة الولاء بين اعضاء الفريق عن بعد شوية امور كده هنتعلمها ونستعرضها علشان نزيد اللياليتي او ولاء الفريق انت محتاج الفريق بتحاضيتك يشتغل بباشن بشغف مش يشتغل عشان مرتب او عشان مجبر او عشان مزنوق مبادرات العمل عن بعد ازاي تاخد انيشيتيفس وايه هي انواع المبادرات اللي تزود من الانتاجية وتقلل من التكلفة وتزود من الولاء وتسعد الناس وتسعدك انت شخصيا لاجل الانتاج افضل واحراز الاهداف بشكل اكبر تطوير مستويات النضوغ للعمل عن بعد سواء على مستوىك انت شخصيا يبقى فيه نوع من النضوغ الفكري والذهني للقيادة عن بعد او من خلال الفريق بتحضرتك التهيئة الذهنية والمهارية للعمل عن بعد انت هتتهيئ ذهنيا لطبيعة العمل عن بعد ومهام العمل عن بعد وتحديات العمل عن بعد والفريق بتحضرتك كمان انت هتسعده وازاي هتسعده وباي ادوات هتسعده عشان يبقى كواليفايد ذهنيا انه يشتغل عن بعد بنفس وقلب مطمئنين ازاي تنتقي وتوظف وتوجه عن بعد اذا كان الهيرينج او التوظيف واجهة اللي واجه فيها الكثير من التحديات ولكن في حلول اكثر فعالية مور افشيند علشان توظف اونلاين وعلشان تنفذ الخطط التوظيفية بتاعتك اونلاين بشكل جيد جدا ايه هي ادوات القيادة اللي المفروض تستخدمها من خلال التكنولوجيز المختلفة سواء منصات سواء ادوات سواء applications علشان تقدر انك تنفذ الاجراءات والسياسات الخاصة بالشركة بتاعت حضرتك وتسلم المشروعات وتنتج الحلول بشكل جيد مقابل المعايير في الاوقات السليمة البرنامج معتمد من معهد اسمي للادارة وده اقدم معهد افتراضي لعلوم الادارة والقيادة من عام 2011 اسمي management institute شروط الاعتماد هو ان حضرتك تكتاز الاختبار التحريري عن بعد بعد انتهاء البرنامج وده عبارة عن عشرين سؤال تجاوبهم في خمستاشر ديئة اختيار من متعدد ليكتلت محاولات بمعدل لا يقل عن سبعين في المية طبعا البرنامج والاختبار باللغة العربية البرنامج بيعقد في يومين وانا شخصيا بقوم بتنفيذه والفصول الدراسية بتبدأ من الساعة سبعة مساء وتستمر حوالي ساعتين اكتر او اقل والتوقيت بتاعها بيقى من سبعة لتسع مساء بتوقيت القاهرة والتكلفة خمسة وسبعين دولار للاشتراك في البرنامج اتفضل ارسال رسالة قيادة خمسة وسبعين الى واتس اوب 00201013198255 الاماكن محدودة على فكرة علشان نضمن جودة الجلسات والجلسات كلها مسجلة عشان ترجع عليها في اي وقت وبعد ما تحضر هتحصل كمان على الادوات اللازمة والمادة العلمية اللازمة علشان تبقى مرجعية لحضرتك يومكم سعيد سجد